ابعيدوا عن اي حد مش شايف نفسه غلطان لانك هتتعب نفسك معي دوروا بس عن ناس اللي بتكملكم مش بتكمل عليكم الحقيقة بنعيشها مرة واحدة فتعالوا ندور على راحتنا النفسية يا مساء السعادة والخير عليكم يا احلى اخواتوا يا احلى متابعين يا رب النهاردة تكونوا في احسن حال وزي ما تعودنا كل يوم نكون مع بعض في فيديو جديد وافكار جديدة نهاردة معينا سيدة اجنبية شفنا لها افكار حلوة قوي في الترتيب والتنظيم والدكورات الحلوة بتاعتها تعالوا النهاردة نشوف ايه الجديد اللي عندها ونتعلم احنا كمان شوية افكار منها بسيطة نخلي حياتنا اروأ واحسن بكتير النهاردة بتنسوش بقى تعملوا لايكاتكم كده الحلوة ودعمكم الحلوة اللي دايما بتشجعوني به كمان الكومنتس بتاعتكم وتقولولوا اي رأيكم في الفيديو وافكارها النهاردة واشتراككم في القناة اكيد طبعا من الحاجات اللي بتفرحني جدا جدا ودايما برحب بكل الناس الجديدة تعالوا نبدأ معاها على طول واول حاجة روتين تنضيفها للحمام الخاص بيها ده كده الحمام الخاص بغرفة النوم لانكم خلال الفيديو هتشوفوا كذا حمام عندها يعني عندها حمام للديوف وحمام في الغرفة التانية فده كده الحمام اللي هو موجود عندها في الغرفة فطبعا موجود فيه البني وموجود فيه الكابينة بتاعت الشوار لكن الحمام بتاع الديوف بيبقى الحمام الصغير اللي فيه بس التويلت والحود ده كان ترتبها للحمام اللي موجود عندها بطريقة وسيطة جدا هنرجع نشوف أفكارها التانية وتجديداتها التانية ليه بس تعالوا نبدأ هنا معاها في فيديو برضو كده مقطع بسيط من ترتباتها للمطبخ وهنرجع نشوف برضو ترتباتها التانية للمطبخ بس عجبني فكرة الرفوف اللي هي حطها اللي تقدر تستغلي بيها الارتفاع بتاع الضرفة بطريقة حلوة وتحط حاجات أكتر فممكن نحن نحط الكتعة دي بحيث نستغلها ونحط حاجات فوق بعض بكميات أكبر طبعا كمان هنا عندها اللي هي اللندر الروم أو غرفة الغسيل اللي موجود فيها بقى الغسالة موجود فيها كمان المجفف وموجود فيها كل الأدوات الخاصة بالتنظيفات بتاعتها ده كان روتين تنظيف للغسالة والمجفف سريع جدا بتحاول باستمرار أن هي تحافظ على كفاءة الأجهزة اللي عندها فدايما بتحاول أن هي تنظفها بطريقة حلوة وكمان زي ما أنتم شايفين عاملة تأسيمة كده في الغرفة بحيث تحط كل الأدوات الخاصة بها زي البوكسات اللي فوق دي بشكلها الحل اللي حط فيها كل الفوت والأدوات بتاعتها كمان عندها السلم اللي هو شفته بقى مش بياخد مكان خالص تقدر تحطه في أي جنب وكمان عندها زي علاقات صغيرة حط عليها الحاجات البسيطة بتاعتها وبتاعت أولادها كمان عندها حوض بسيط في الغرفة ودولاب حط فيه كل أدوات التنظيف حط فيه اللمبة دي كمان عشان أول ما تفتح ينور لها كده تقدر تطلق حاجتها بسهولة هنا عندها ده بقى الحمام الخاص بالضيوف وإزاي بتجدده بالطريقة الحلوة دي الأول كانت الحيطة سيدة حبت أنها تحط لها ورق الحائط ده وعملته طبعا باللون اللي هو ملك الألوان اللون الأسود وبعض الإضافات باللون الأبيض والدهبي عشان تديله القيمة والشياكة اللي أنتم شايفينها دي بصوا بقى يعني معظم أو بنلاقي أن الفيديوهات بتاعة الأجانب بيحط ديكورات كتيرة شوية في الحمامات عندهم مش من العادات أو من التقاليد الموجودة عندنا إحنا كعرب يعني بس هم عندهم أفكار حلوة في ترتيب والتنظيم حتى لو حطيتي ديكور بسيط في الحمام ممكن مثلا نفازة وردة أو ممكن تحطي الفوت بطريقة حلوة أو تنظمي بطريقة حلوة مش شرط نحط شموع ومش شرط نحط ديكورات غالية أو طبلوهات أو براويز أو كده لكن فكرة الحاجات البسيطة دي أكيد هتفرق فيه حتى لو ديوف دخلولك هيخلوا أو هيحسوا أن شكل الحمام عندك شكله حلو دي كان طريقة تنظيمها كمان للدرفة اللي تحت الحوت بطريقة حلوة جدا كمان هنا برضو ده دي سبينسر السابون اللي هو بقى سنسور كده تقدر أني أنت مجرد أني أنت تحطي إيديك طبعا شفنا منه أشكال كتير بس تدمسته أنه هو في الديجيتال بتاعه كمان برضو القطعة اللي هي حطيتها في التويلت عشان تقدر تفتحه وتشيله بكل سهولة ويه كمان هنا العلبة بتاعة المناديل دي برضو يعني كشكل مختلف عندها في الحمام ده كده كان طريقة تنظيمه وهنا بعض الإضافات اللي كانت بتحطها خصوصا أن الأيام دي بيستقبلوا هما كأجانب السنة الجديدة بأنواع مختلفة من الديكورات فبدأت أنها كمان حتى تحط الديكورات في الحمام ده اللي أنا بقول لكم عليه في حاجات بتبقى أساسية نقدر نحنا نحطها أو مش أساسية يعني ممكن تبقى حلوة أنتوا لو حطتوها ممكن حاجات زي ما أنتوا شايفين الأوفر ده كده يعني مش مستحبة عندنا أن نحنا نزيم الحمام كمان بالطريقة دي ده هنا كمان برضو عندها حمام تاني موجود زي ما قلت لكم عشان ما تطلع بطوش من الأشكال الكتيرة بس تشوفوا أفكارها في نضافته أفكارها في ترتيبه ممكن مثلا بازة زي دي ممكن نحنا نستغنى عنها لكن طريقة ترتيبك للفوت البسكت عندك يكون شكله حلو وتكوني محافظة كمان على نضافته تحطيله معطر يبقى راحته حلوة أني أنت تحطي كمان المناديل بتاعتك بشكل حلو أو لو بتحطي الحاجات التنظيف بتاعتك القطن أو استيك الأزن أو الخيط بتاع الأسنان أو المعجون وفرش الأسنان كل الحاجات الأساسية لو بتحطيها بطريقة حلوة أكيد هتديك شكل حلو زي برضو هم أقول لكم الاستيك بتاعت الأزن الفوت الهند بتاعت الإيد الصغيرة تقدروا تطبقوها بشكل حلو لو عندك زي دولاب أو ضرفة بتحطي فيها كمان الفوت بلفة حلوة أو بطريقة حلوة أكيد ده برضو هتديك شكل حلو في الآخر تعالوا نرجع بقى المطبخة زي ما قلت لكم في أول مقطع من الفيديو هنشوف تفاصيل كتيرة شوية في ترتيباتها فيه بس ده كان أولا المطبخ عندها كان متهالك وفيه شوية من الشروخ والكسور لكن شوفوا بقى لما جددته كان بالشكل ده طبعا نبصوا أحنا برضو علشان الناس ما تبصش لي ممكن هي عندها مثلا فلوس فهي مكلفاية بشكل حلو أو هي قاملة في حاجات بأسعار عالية لكن فكرة أن انت يكون عندك برضو المكان مهما كان صغير لكن محافظ على نظافته وعلى نظامه ده برضو في الآخر هتبقى حاجة حلوة لك مش شرط يعني الحجم ده هنا كده طريقة ترتيبها كمان للدرج واستخدامها للمنظمات الخشبية عشان تعمل تأسيمة عارفين ميزة المنظم الخشب ده أن انت تقدر يتقسمي بأي حاجة لأنه طبعا بيطول وبيأسر فتقدر أن انت تحطيه بسهولة في أي درج عندك وتقسميه حسب المساحة اللي موجودة عندك فمن الحاجات العملية جدا جدا لتقدروا أن انتوا تستخدموها كمان اشترت البراد الجديد وحلوة قوي أنه نفس الشكل مع الطاقم اللي موجود عندها بتاع السكر والشاي والقهوة فكان شكلهم حلو عندها في المطبخ برضو فكرة أن احنا كده نخلي في تناسق ما بين الألوان والأشكال اللي احنا حطينها دي برضو من الحاجات اللي احنا بنتعلمها في الفيديوهات دي ده كده هنا روتين تنظيف سريع للمطبخ والحود الحود تصميمه عجبني جدا كمان خصوصا بعد ما بتخلصه بيبقى عليه البلانش بتاعت التقطيع والمكان التاني الشبكة الصفاية كمان الحود نفسه من جوه في الصفاية لتقدر ان انت وقت ما انت بتغسلي وحط طباق أو حط صانية أو حاجة ساعات بنحطها ولما بنفتح الحنفية فالصانية بتضغط على المكان بتاع الميا فميا بتتكوم في الحود لكن فكرة الشبكة اللي موجودة في الحود من تحت دي حلوة قوي ان انت بتخلي الميا تنزل بسهولة كمان هنا عندها غرفة النوم دي كانت تحضيراتها لي السنة الجديدة والذكرات اللي هي حطها فيها وكمان عندها دي في الاوقات التانية الترتيبات المختلفة اللي هي بتحطها وزي ما قلت لكم كده حلوة قوي ان احنا ننصك ما بين الحاجات اللي احنا حطنا في الغرفة علشان يبقى الشكل العام اول ما تبصه كده عليها تحس ان كله لايق مع بعضه يعني فكرة ان هي تحط الالوان الاولانية بتاعت الكريسموس باللون الاخدر ان هي تحط مرة تانية الالوان متنسكة باللون الاصفر او هنا الوان درجات البني والاحمر تحاول تنسك ما بين الالوان الدكورات مع الكوشنز مع اي حاجة هي حطها في الغرفة طبعا مش شرط بقى ان احنا نجيب دكورات كتير والحاجات كتير عشان كله مرة نعمل شكله مختلف بس باللي متوفر عندك حاولي ان انت ترسيه بشكل حلو مش شرط نشتري حاجات بقى سعار غالية لكن فكرة اللي موجودة عندنا نتغله بشكل حلو ده اللي احنا بنقول عليه ده هنا كمان غرفة ابنها وشوفوا ان هو ولدهو مش هنقول بقى البنات هي اللي بتساعد لأ كمان الولاد نعلمهم ان هما يحافظوا على الحاجة بتاعتهم لو في حاجة بسكت عندهم في ورق او خلاصة ملأ يقدروا يشيلوا الكيس ويرموه لو السرير بتاعهم حابين ان هما يرتبوا يقدروا يعملوا ده بنفسهم شوية من التراب موجود عندهم في القودة يمسحوه حاجة واقع على الارض يكنسوها ده كل اللي احنا برضو بنبص عليه في الفيديوهات دي وحاجات بنتعلمها احنا كمان مع بعض نعلمها لأولادنا عشان يبقى كلهم سواء ولد او بنت يبقوا بيساعدونه وبيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة وبس كده كن وصلت معاكم لاخر الفيديو رب يكون عجبكم تنسوش رأيكم يهميني جدا في الكومنس تقولوا رأيكم في سيدة النهاردة وتنسوش كمان دعمكم ليه باللاقات الحلوة لو لسه ما عملتهاش واشكركم جدا لو وصلتم معايا لحد هنا اشوفكم على خير بكرة فيديو جديد وسيدة جديدة وافكار وروتينات وتنظيفات وترتيبات وحاجات حلوة اكيد هتعجبكم وحتفيدكم اشوفكم على خير بكرة فيديو جديد وسلام